بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوان الصائمين أخوات الصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم في هذه الدقائق عن ثمرات العمل الصالح في هذا الشهر المبارك يشرع العمل الصالح ولابد أن يستغله المسلم في طاعة الله يستغل هذا الشهر بطاعة الله ومن أهم الأمور العمل الصالح كلها الصلاة والصوم والصدقة كلها أعمال صالحة العمل الصالح هو كل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى وهذا العمل عندما يؤديه المسلم له ثمرات يجنيها المسلم في الحياة الدنيا ومنها من يجنيها في الآخرة فأول ثمرة للعمل الصالح يجنيها المسلم عندما يستغل وقته في طاعة الله وفي العمل الصالح أول ثمرة أن العمل الصالح يجلب السعادة والطمأنينة والسكينة للإنسان الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فالمفسرون يقولون الحياة الطيبة المقصود بها القناعة المقصود بها الطمأنينة المقصود بها السكينة المقصود بها السعادة الناس يبحثون عن السعادة بأمور بالمال بالجاه بالمنصب بأمور كثيرة لكن لا يجدونها الله تعالى جعل السعادة بماذا بالعمل الصالح عندما يؤدي المسلم أعمالا صالحة من صلاة زكاة صوم يؤدي حقوق الناس لا يظلم وحد تجده مرتاح نفسيا وعنده طمأنينة وسعادة وسكينة ويطمأن لذلك فالله تعهد قال فلنحينه حياة طيبة المقصود بها الحياة الدنيا تكون حياته طيبة عندما ماذا يعمل عملا صالح هذه أول ثمر عندما يستغل المسلم وقته بطاعة الله جل وعلا الثمر الثاني أن العمل الصالح ماذا يجلب محبة الناس يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا والودة المقصود المحبة في قلوب الناس الله تعالى يجعل محبة الذين يعملون الصالحات في قلوب الناس والله تعالى عندما يحب إنسانا ينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يلقى له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويكون له القبول ويحبه الناس وعندما يحبه الناس أيضا هم شهود الله في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فقال سألهم عنها فأثنوا عليه خيرا ثم قال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فسألهم عنها فلم يمدحوها فقال وجبت ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت قال الأولى قلتم أثنيتم عليهم خيرا فوجبت له الجنة والثاني لم تثنوا عليه فوجبت له النار فأنتم شهود الله في الأرض فهذه الثمر عندما يكون المسلم ماذا يؤدي العبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى الله تعالى يجعل محبته في قلوب الناس ثم يلقى له القبول هذه الثمر الثاني الثمر الثالث للعمل الصالح أن العمل الصالح يكشف الله تعالى به الكربات ويستجيب به الدعوات وهناك أمثلة كثيرة في القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فالله تعالى بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به منظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الدليل هنا والشاهد ذكرى للعابدين من أجل عبادته الله تعالى استجاب له وكشف قربته واستجاب دعاءه يونس عليه السلام وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في آية أخرى يقول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه لو لم يكن من المصلين المسبحين لبقي في بطن الحوت لكن بسبب عبادته بسبب العمل الصالح الذي كان يفعله استجاب الله تعالى ونجاه من الكرب وأخرجه هذه الثمرة الثالثة للعمل الصالح الثمرة الأخرى وهي المهمة أن العمل الصالح يكون رفيق الإنسان في قبره المؤمن أو ابن آدم إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان تبعه ثلاث ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ويبقى عمله المال بمجرد أن يموت الإنسان ينتقل إلى ورثته بمجرد خروج الروح المال الذي تعب عليه وخاصم من أجله ومنع الزكاة من أجل المال هذا بمجرد أن يموت ينتقل لورثته النبي صلى الله عليه وسلم يوما سأل أصحابه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال مالك ما أنفقت ومال وارثك ما أبقيت فالذي تبقيه هو مال الورثة عندما يموت الإنسان ينتقل لورثته الأهل لا يستطيعون أن يفعلوا شيء أفضل شيء يستطيعون أن يفعلونه عندما تموت أنهم يسرعون في تجهيزك وتكفينك والذهابك ويسرعون بدفنك ويرجعون هذا أفضل شيء يستطيعون أن يفعلوه الذي تستفيد منه هو العمل الذي سيزخل معك في قبرك العمل الصالح الصلاة الزكاة الصوم الصلاة تكون عند رأسك تدافع عنك والزكاة عن يمينك والصوم وحجك كل هذه الأمور تكون معك في قبرك ويأتيك عملك الصالح بهيئة رجل حسن الهيئة ويقول أنا عملك الصالح يأتي ونيسا لك في قبرك فهذا هو العمل الذي قصرنا فيه هو الذي ينفعنا والذي اهتممنا به هو الذي لم ينفعنا وعندما نموت ينتهي أمره فعلينا أن نهتم بالعمل الصالح أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك ونكثر من العمل الصالح فثمراته كثيرة في الدنيا لكن هذه من أهمها وثمرته في الآخرة ماذا هي الثمر الغالي الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فعندما تؤمن بالله تعالى وتعمل صالحات فالله تعالى أعطاك أعلى الجنان الفردوس فيحمل إنسان هذه غاية كل مسلم أنه يعمل في هذه الدنيا حتى يحصل على الجنات التي أعدها الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجب علينا أيها الإخوة أن نغتنم أن نغتنم الفرصة ففرصتنا هي الحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فيجب على العاقل أن يستغل هذه الأمور شبابه وصحته وغناه وفراغه وحياته في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيه الموت فيندم إذا فرط بالعمل الصالح وبالأخص في هذه الأيام الفاضلات في الأيام التي تتضاعف بها الحسنات سيندم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له تتضاعف الحسنات وتكفر السياة ثم بعد ذلك لم يعمل عملا يدخل به الجنة فالمسلم يندم إذا فرط بالعمل الصالح يقول الله تعالى حتى إذا جاحده الموت قال ربي أرجعون ماذا يريد قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت فالله تعالى يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ليس هناك رجع فرصتك هذه الحياة إن استغلت بالعمل الصالح فأنت من الفائزين وإن فرطت فيها فأنت من النادمين والخاسرين والله تعالى يقول عن أصحاب النار يقول والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا من عذابها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يصطرخون فيها لأن النار ليس فيها موت ولا يخفف العذاب وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب فليس هناك تخفيف فبعد ذلك ماذا يقولون يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا الآن يريدون أن يعملوا صالحا لماذا لم تعمل عندما أعطاك الله تعالى فرصة ثم يقول بعد ذلك الله تعالى أولا نعمركم أعطيناكم عمر أربعين خمسين ستين سنة ولم تفعل ولم تعمل الآن تريد عندما مت تريد أن ترجع ثم يقول الله تعالى وجاكم النذير جاكم الرسول وأنذركم ولم تفعلوا فبعد ذلك يقول فذوقوا فما لظالمين من نصير فيجب على المسلم أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وبن العمل الصالح حتى يحصل على هذه الثمرات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هذا ما سمح به واختبرنا مجنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته